السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله ثم بعد ذلك نقوم بحلق شعره في اليوم السابع اليوم السابع نحلق له شعره وحلق الشعر هو ايضا فيه بركة لانه في تيمنا ان الله تعالى يعيد له حياة جديدة لما الشعر في رأسه ذلك الشعر ذي البطن الشعر ذي الكرش لابد ان يزول وكأن الارض لما يقوم الفلاح باعادة تقليب التربة ويحرتها انما يريد ان يعيد المواد الكيموية لاستعرض التربة الى اشعة الشمس ويقع النبات ويقع الكلأ هكذا الشعر نقوم بحلق شعره ومن السنة ان الحلق يكون بالتسمية بسم الله الله اكبر وكي يبدأ الامر من اليمين بالشق الايمان ثم الشق الايسر ويجمع ذلك الشعر ويعبر عند صاحب الدهب ويخرج مالا تقريبا غالي يكون واحد ميتين درهم تقريبا لمقدرش يقوم بهذا الاجراء بشعد مول الدهب ويعبره يعني يقدره في حدود مية وخمسين الى ميتين درهم يتصدق بها على الفقراء وعلى المساكين اذا جاء المولود اول شيء نقوم به هو ان نشكر ربنا عز وجل نكتر من الشكر نكتر من الحمد نكتر من الابتغال لالعطاء الالهي ثم نبدأ نستقبل المولود فنؤذن له في الاذن اليمنى ونقيم له الصلاة في الاذن اليسرى هذا من السنة لماذا الاذان في الاذن اليمنى واقامة الصلاة في الاذن اليسرى حتى يطبع ويجبل ويفطر على الامان واليقين اول من يدخل الى دهنه الدهن لا زال خاليا والعقل الباطن لا زال فارغا فاول ما يسجل في هذا الجسد في عقله وفكره وباطنه هي شعار الاسلام الله اكبر الله اكبر تكبير وتعزيز لمقام الالوهية الكبرياء لله العظمة لله وحده لا شريك له ثم لما نقول اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله هذا الشعار الدين يعني منهجنا هو اتباع الله تعالى على سنة نبيه ثم بقية الكلام المشهور في الاذان والاقامة وهذا الامر هو يحمي المولود من مكائد الشيطان لان المولود يصاب بمس الكبار عندهم ما يسمى بالمس العشق او المس الذي يؤتي الوساوس الناس مرضى بالوساوس والاطفال الصغار عندهم ما يسمى بام الصبيان قد لقى بعض الاطفال الصغار يبدأون بالصراخ وبالعويل بالليل والنهار في كل وقت وحين فحينما نؤدي لهم في الاذن اليمنى ونقيم لهم الصلاة في الاذن اليسرى فانه يحمى من ام الصبيان ام الصبيان هي روح خبيثة كتخز الاطفال وكتشعرون بالألم ثم نقرأ عليه ما تيسر من كلام الله تعالى كله نور وبركة بعد ذلك نحنك له فمه بتمارات هذا من السنة نأخذ قطعة من التمر ثم نضعه في ايدينا ونحنك نستاكله في فمه يمينا وشمالا لماذا؟ قيل لان هذا التمر فيه واحد المادة وهي سكرية طبيعية والمولود يحتاجه الى ذلك خصوصا وانه يجرح في القصب الهوائي يديله لما يستنشق الهواء اول مرة لانه كان في بطن امه محميا لا يشعر بتعب ولا بمشقة وعنده كمية الهواء المناسبة الان خرج الى الهواء الطبيعي فقد يجرح في قصبته الهوائية لما نستعمل له هذا التمر نحنك له فمه بتمارات هذا المادة السكرية الطبيعية تخليه يشعر بالاريحية ولا يشعر بالألم ثم هذا التمر يخليك لمحلو يعني فيما بعد يخليه حلو لذا التمر مزيدة تأكل المرأة عند الحمل وعند الوضع وايضا نحنك للمولود فمه بتمارات وفي القرآن العظيم يقول ربنا عز وجل للسيدة مريم العذراء وهزي اليك بجدع نخلي تساقط عليك رطبا جانية فكلي واشربي وقر عينا فالتمر كيأتي واحد الانطباع على أن كلامه حلو صورته حلوة مقامه حلو بإذن الله تعالى ثم بعد ذلك يعق عنه العقيقة ضرورية ومؤكدة هي للاستحباب لأن الأحكام الشرعية منه ما هو واجب ومنه ما هو مستحب العقيقة هي مستحبة لكن استحباب قوي كتسمها استحباب للسنية ليس للوجوب والنبي المصطفى صلى الله عليه وسلم قلنا للذكر شاتاني وللأنت شات واحدة ملك يكون المولود الذكر كان نبحوله ججد الحوال وإذا كان أنت كان نبحوله حول واحد طبعا هذا ليس تمييز بين الذكر والأنت وإنما هو من باب ربنا يشرع فالأنت ما زل كتسال وحد ضحية أخرى هي أنها لما تكبر تيمن أنها قد كبر بسرعة وغد تزوج والخاطب ديالها سوف يأتي بشات فالخاطب اللي كيبغي يخطب وكيبغي تزوج قال لي التمس ولو خاتم من حديد وأولم ولو بشات هي الضروبة كيجيب العريس فيما بعد ولهذا ذك المولود اللي عنده شاتان هو لا يخلص فيما بعد هذا الشات هي إلا كان توأم أحداثا توأم إلا كان توأم ذكرين يعني كبشين كبشين كما فعل النبي الكريم مع سيدنا الحسن والحسين عليهما السلام ضحى بكبشين كبشين لكل ذكر كبشين كبشين إلا كانت توأم أنت كانت تكون لكل واحدة وطبعا الأضحية أو العقيقة عند أحكام الأضحية يعني كيكون إما بالماعز أو الضأن لهو الكبش أو البقر أو الإبل البقر يجب أن يكون عنده سنتين والإبل استوفى خمس سنوات والشات استوفت سنة واحدة ويجب أن تكون سليمة من العيوب يعني لا يجوز العوراء البين عوروها ولا العرجاء البين عراجوها ولا الهزيلة التي عجفا لا لا ينبغي أن تكون واحدة العقيقة بحل الأضحية تكون سليمة من العيوب وتكون جميلة وتعق على هذا المولود يوم سابعه سبوع دياله إذا تعذر يوم السابع فيكون يوم الرابع عشر فإن تعذر يوم الرابع عشر فليكون يوم الواحد والعشرين فإن تعذر في أي وقت أو حين وهذه الدبحة هي من السنة أن الجزار لغديد بحاب سيكون متوضي نلتمس فيه الخير ويسمي الله تعالى بسم الله تبارك الله لما إن صلاتي ونسكي ومحيي ومات الله رب العالمين وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين وينحارها وحينما يقوم بتقطعها من السنة اللا يكسر عظمها يكون جزار فنان كيتبع المفاصل ديالها دون تكسير العظم وهذا العقيقة فيها شكر لله تعالى ربنا أعطاك مملود هو عبارة عن لحم وشحم وعظم وأعصاب وانتكت فيديه كأنه فيديه تفديه بإراقة الدم وهذا العقيقة فيها معاني كثيرة الإنسان لما يقيمها له أن يأكل منها له أن يهدي منها له أن يصدق منها ومن السنة أن يجمع الأهل والأحباب للطعام كي يكون تكافر الاجتماعي يدعى إليه العائلة والأحباب والأصدقاء والجيران ويتصدق من على الفقراء والمساكين فالحقيقة هي نوع من التكافر الاجتماعي صناعة الطعام هو كل خير في الإسلام عندنا مناسبات كثيرة دائما الإسلام يشجع على المناسبات لفعل الإطعام يتجمع الناس للإطعام في أي مناسبة طيبة كل خير السلام عليكم لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله اشتركوا في القناة